اهلا بكم الى نشرة الاقتصادية من الميادين والبداية مع العنوين فضيحة بانامالكس الاقصى في تاريخ التهرب الضريبي والفساد المالي رؤساء وملوك وسياسيون يتصدرون المشهد اسرائيل تسمح للصيادين الفلسطينيين بالتواغل تسعة اميال خطوة غير كافية لتأمين احتياجات القطاع يقول الغزيون اطلقت بانامالكس عاصفة مالية كبيرة تنهزت العالم طاولت شخصيات من مختلف الدول المعطيات المنشورة من ملفات مكتب بانامي للخدمات القانونية تفوق كل تصور لتكون الفضيحة الجديدة الاكبر والاشمل على مر العقود حسن يوسف انها الفضيحة المالية الاضخم بانامالكس او فضيحة باناما وقد تضمنت ملفات لعدد كبير من الشخصيات السياسية والامنية لرجال الاعمال الصناعيين وحتى لتوجار المخدرات والقوادين الاف الاسماء وردت في 11 مليون وخمسمائة الف وثيقة تسربت من مكتب المحامات موساك فونسيكا النشط في قطاع الخدمات القانونية ما يجعل بانامالكس الفضيحة المالية الاكبر في العالم وعلى مر التاريخ صحيفة بلد الالمانية عرضت صور ابرز الشخصيات المتهربة ومنها رئيس وزراء اسنندا الرئيس الارجنطيني ونظيره الاوكراني الملك السعودي امير قطر حاكم امارات ابو ظبي ورئيس الحكومة الاسبق في العراق اياد العلاوي ونظيره الاردني والقطري علي ابو الراغب وحمد بن جاسم الثاني وشملات الفضيحة وايضا اسمي الرئيسين السوري والروسي ولكن عبر اشخاص محيطين بهما وفي دلالة على حجم المعطيات التي نشرتها زود دويتشي تسايتونغ اوردت الصحيفة الالمانية حجم المعطيات الالكترونية لسلسلة الفضائح السابقة سويسليكس بلغت ثلاثة جيجابايت فاصلة ثلاثة فضيحة لوكسنبورغ مائتين وستين جيجابايت اما باناماليكس فبلغت الفين وستمائة جيجابايت معطيات العام الماضي تحدثت عن قرابة مائتين مليار دولار خسرتها الحكومات حول العالم بفعل التهرب الضريبي قد تكون هذه الارقام غير مطابقة للواقع لكن حجم الاموال المهربة والنشاطات الخفية الوردة فيما تسرب من وثائق باناماليكس يفوق كل التقديرات السابقة وبناء عليه سيكون على المؤسسات المالية العالمية اعادة احتساب الخسائر وهنا قد تكون مفاجآت بانتظار المهتمين والمعنيين مقابل هذه الخسائر تحقق باناما وغيرها من الجنات الضريبية ارباحا ومداخيل هائلة من ايواء حسابات المتهربين والمشكوك في قانونية مداخيلهم والاهم ان حسابات عديدة توفي اصحابها او باتوا عاجزين عن الوصول اليها لتبقى بيد مؤسسات باناما المالية الحكومية والخاصة حرية التصرف فيها بعد حين كما هو الحال مع سويسرا وغيرها من الجنات الضريبية طلبت بريطانيا نسخة من وثائق باناما لفحص البيانات والتعامل مع اي تهرب ضربي محتمل وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان والد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ورد اسمه ضمن الوثائق المتعلقة بالتهرب الضريبي الى جانب عدد من اعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي اليه كاميرون من جهاته رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ان تسريبات وثائق باناما هي انباء طيبة يمكن ان تعزز عائدات الضرائب وقال اولاند على هامش زيارة لاحدى الشركات في باريس ان ظهور المعلومات سيطلق التحقيقات بشأن التهرب الضريبي هذه المعلومات المسربة تؤكد ان محاربة التهرب الضريبي امر ممكن ستطلق التحقيقات وتفتح قضايا وتجرى محاكمة التسريبات لها اثر ايجابي لانها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال بل كوكتر المركزي يدعو المصارف الى التقدم بعروض في عطاء لبيع اذون خزانة بقيمة 412 مليون دولار واعلن المركزي ان هذا العطاء ليس حتميا لكنه يهدف الى توفير السيولة في الامد القصير وان الاذون ستباع على شرائح لاجال ثلاثة اشهر وستة وتسعة طلبت وزارة المالية الكويتية من البنك المركزي ترتيب اصدار سقوكا وسندات بقيمة ملياري دينار اي ما يعادل ستة مليارات وستمائة مليون دولار الاصدارات ستكون بالدينار وهدفها تخطية جزء من العجز المتوقع الذي يقارب ستة مليارات دينار وتقوم الحكومة بتمويل ما بقي من عجز في الموازنة العامة من صندوق الاحتياطي العام فوض لبنان مصارف بلوم وبيبلوس ودواتشي لترتيب اصدار سندات دين دولية بمليار دولار على الاقل وستذهب حاصلة الاصدار الى اعادة تمويل ديون قائمة والى تخطية سندات قائمة بقيمة ستمائة مليون دولار وبفائدة تبلغ أربعة ونصفا في المئة ويحل موعد استحقاقها في نيسان المقبل عاودت اسرائيل السماح للصيادين في غزة بالصيد على مسافة تسعة أميال بحرية بعد عشرة سنوات من تحديدها بثلاثة أميال فقط خطوة يرى الصيادون جيدة لكنها غير كافية احمد غانم من غزة والتفاصيل تبحر هذه المراكب للمرة الأولى منذ عشر سنوات للصيد في حدود تسعة أميال بحرية قبالة جزء من شاطئ غزة فالاحتلال حصر المساحة الجديدة بين جنوب غزة ورفح على الحدود المصرية ضمن ما وصف بالتسهيلات الإسرائيلية لسكان القطاع خطوة وإن عدها الصيادون جيدة إلا أنها ليست كل المناء الفرحة ما كملتش عملوا مشاكل مع الصيادين بالمسافة اللي يعطونا إياها مش سايعة الصيادين تلاتين كيلو بالعرض يعطونا خمسة عشر وخمسة عشر لسه زي ما احنا ستة ميل فتحوا المجال من واد غزة للجنوب للحدود المصرية تسعة ميل وباقتطعوا لا تنسى أنهم باقتطعوا ميل بحري من الحدود المصرية لجهة الغرب وهذا لا يكفي حاليا في الوقت الراهن لا يكفي لأربع تلاف صياد إنهم يشتغلوا في المساحة هذه إحنا بدنا المساحة تكتمل على طول ساحة القطاع غزة رحلة طويلة عاد الصيادون بعدها بهذه الأسماك التي تبدو وفيرة لكنها كما يقولون كميات أقل من عادية فالمساحة الجديدة محدودة جدا ألا تتسع لأعداد الصيادين الكبيرة أما الأسعار فمرتفعة لذا يأمل الصيادون أن يحمل البحر إليهم المزيد من الخير إسرائيل كانت قد خرقت اتفاق الهدنة الأخير الذي قضى بالسماح للصيادين بالصيد على مسافة تسعة أميال بحرية ومن قبله تجاوزت اتفاقية أوسلو التي حددت مساحة الصيد لعشرين ميلا بحريا تجاوز أثر سلبا على أربعة آلاف صياد يعيلون قرابة الخمسين ألف نسمة في غزة قرار توسيع مساحة الصيد لتسعة أميال بحرية خطوة جيدة لكنها غير كافية في نظر هؤلاء الصيادين الذين يخشون من عودة إسرائيل عن قرارها مجددا ففي نظرهم شيء أفضل من لا شيء أحمد غانم غزة الميادين هو عدد السياح الوافدين إلى مصر 46% في شباط فبراير على أساس سنوي ولم تستقبل البلاد أكثر من 346 ألف سائح من كافة أنحاء العالم ويعود التراجع إلى انخفاض أعداد السياح من روسيا بعدما أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر عقب حادث تحطم طائرة ركاب الروسية في سيناء نتيجة عمل إرهابي رصدت الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو التابعة لوزارة البترول المصرية ثلاثة مليارات جنيه لتنفيذ خطوط الغاز ومحطات تخفيض الضغط والقياس لإمداد محطات كهرباء مصرية هذا ما صرح به كارم محمود رئيس شركة جاسكو موضحا أنه بتنفيذ هذه الخطوط ارتفعت أطوال خطوط الغاز الرئيسية للشبكة القومية إلى 7000 كم وارتفعت طاقة الشبكة إلى 220 مليون متر مكعب يوميا وأضف أن من المخطط له خلال العامين القادمين إضافة نحو 400 كم من خطوط الغاز الرئيسية للشبكة استقرت صادرات الجزائر من الطاقة العام الماضي مع انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي وبلغ إجمالي مبيعات الطاقة 100 مليون طن من المكافئ النفطي من دون تغير عن العام الماضي مع هبوط الإنتاج أكثر من 1% إلى 153 مليون طن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ميزان التبادل التجاري أصبح لمصلحة طهران وأكد أن بلاده تسعى للاستفادة من الاتفاق النووي على نحو مكثف لكن هناك بعض الجهود الدولية لإلغاء دور إيران من سوق الطاقة خلال العام الماضي سجلت صادراتنا من النفط والغاز المسال مليوني برميل يوميا وسنعمل على زيادة صادراتنا حتى نبلغ حصتنا المقررة في السوق العالمية وللمرة الأولى بعد الثورة ميزان التبادل التجاري مع العالم الخارجي لصالح إيران حيث بلغت الصادرات غير النفطية 42 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 41 مليار دولار تواصل إيران زيادة إنتاج النفط وصادراته وفق تصريح وزير النفط بيجان زانغاني الذي قال أن بلاده مصمم على العودة إلى ما كانت عليه السوق قبل فرض العقوبات عليها ونقلت وكالة مهر عن زانغاني تأكيده أن الاتفاق على تثبيت الإنتاج النفطي هو خطوة إيجابية غير أن بلاده لن تلتزم به وعن مشاركة إيران في اجتماع الدوحة المقبل بين كبار منتجي النفط قال زانغاني أنه سيحضر الاجتماع إذا كان لديه وقت ختم النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة